بسم الله الرحمن الرحيم عزيزاتي طالبات الصف الثاني متوسط في ثانوية السندباد الاهلية مرحبا بكم في الدروس الالكترونية محاضرتنا لهذا اليوم محاضرة علوم وعنوانها الحركة الموجية والصوت الحركة الموجية تعرف انها الضراب ينتقل بشكل حركة اهتزازية الى جزيائات الوسط دون ان تنتقل جزيائات الوسط اما الموجة فهو الضراب دوري ناتج عن مصدر طاقة لجسم مهتز وتعتبر الموجة احدى وسائل نقل الطاقة الشكل التالي يمثل الموجة يمثل السعة والطول الموجة بين الذبذبتين اضافة الى الزمن مفاهيم خاصة بالحركة الموجية اولا الطول الموجي الطول الموجي يرمز له بالرمز لمدة هذا الرمز يسمى لمدة هذا الرمز يسمى لمدة هو اقصر بعد بين نقطتين متتاليتين هاي النقطة الاولى وهاي النقطة الثانية مهتزتين بكيفية واحدة اثنين التردد Frequency يرمز له بالرمز F هو عدد الزبذبات التي يولدها الجسم المهتز في وحدة الزمن يقاس التردد بوحدة الزبذبة في الثانية الواحدة والتي تسمى هيرتز ويرمز لها بالرمز HZ تردد الموجة يزداد كلما قل الطول الموج اي ان تردد يتناسب اكسيا مع الطول الموج التعريف الثالث او المفهوم الثالث مدة الزبذبة T capital او ما تدعى period هي الزمن الذي يستغرقه الجسم المهتز لعمل ذبذبة واحدة ويحسب بالقانون T تساوي واحد على F يعني الperiod يساوي واحد على التردد مثال شوكر ان تردد 100 هيرتز ما مدة ذبذبتها T تساوي واحد عليف واحد على مية ويساوي 0.01 ساعة الاهتزاز هي اقصى ازاحة للجسم المهتز عن موضع استقراره خامسا سرعة الموجة V هي الازاحة التي يقطعها الجسم في الثانية الواحدة ويحسب بالقانون V تساوي H F لمدة في F لمدة يعني طول الموج في التردد الخواص العامة للموجات من اهم الخواص العامة للموجات اولا تنتشر بخطوط مستقيمة في البسط المتجانس اثنين الموجات تنعكس وتنكسر ثلاثة تسير بسرعة الضوء وهي ثلاثة في عشر أو سثمانية متر في الثانية انواع الموجات هناك نوعان من الموجات هي اولا الموجات الطولية ثانيا الموجات المستعرضة مقارنة بين الموجات الطولية والموجات المستعرضة السؤال يجي قارن بين الموجات الطولية والمستعرضة الموجات الطولية هي موجات يكون اهتزاز الوسط الناقل باتجاه موازي لاتجاه انتشار الموجة أما المستعرضة فهي موجات تكون اهتزاز الوسط الناقل بشكل عمودي على خط انتشار الموجة اثنين تنتقل بشكل تضغط وتخلخل بينما المستعرضة تنتقل بشكل قمم وقعور ثلاثة اشوف هاي القمم وهاي القعور وهذا التضغط وتخلخل تضغط تخلخل تخلخل ثلاثة مثل ليش هاي الموجات الطولية مثل الموجات الصوت والموجات الزلزالية اما المستعرضة مثل الموجات المتولدة في الاوتار المهتزة والضوء اربعة لا تحتاج في بعض الحالات الى وسط مادي الانتقالة اي تنتقل بالفراغ بينما المستعرضة تحتاج الى وسط مادي الانتقالة اي لا تنتقل في الفراغ وهذا الرسم للموجة المستعرضة وهذا الرسم للموجة الطولية ملاحظة هناك موجات مستعرضة لا تحتاج الى وسط مادي بل تنتقل بالفراغ مثل موجات الضوء المرئي والموجات الراديوية حيث تنتقل بسرعة الضوء 3 في 10 أو 8 متر على الثانية بموجات تسمى الموجات الكهرومغناطيسية ملاحظة اخرى الموجات الكهرومغناطيسية نوعان موجات مرئية وموجات غير مرئية تختلف اطوالها الموجية وتردداتها وهي عبارة عن طيف واسع من الترددات وانواع الموجات الكهرومغناطيسية هي اولا الموجات الراديوية وهي موجات تمتاز بأليف طولها الموجي محظور بين 1 سنتيمتر الى 10 ألاف متر با تستعمل في بث اشارات الراديو والاشارات التلفزيونية النوع الثاني هي الموجات الدقيقة المايكروية هي موجات تمتاز بطولها الموجي محظور بين 1 سنتيمتر الى 1 الى 100 ميجا متر تستخدم في الهاتف النقال وفي الرادار وفي افران المايكرو ويف تستخدم في الكشف عن مواقع الايسام وعمليات الطبق ثلاثة الموجات تحت الحمراء هي موجات تمتاز بأول شي طولها الموجي من 1 ميجا مايكرو متر الى 100 ميكرو متر المصادر الشمس والأيسام الساخنة جيم تستثمر الموجات في العلاج الطبيعي تستخدم برؤية الأيسام في المناطق المظلمة وتستخدم في جهاز التحكم بالتلفاز أربع الضوء المري هو عبارة عن مدى واسع ضيق من الطيف الكهرو مغناطيسي محصور بين 400 الى 700 نانو متر تتحسسها العين البشرية تتكون من سبعة ألوان أطولها طول الموجي الأحمر وأصغر وطول البنفسج لكل لون طول موجي خاص به شكرا لأصغائكم وإلى اللقاء في المحاضرة القادمة